السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اتجاه التيار التأثيري في سلك مستقيم يقطع خطوط المجال المغناطيسي يتوقف على اتجاه حركة السلك كما يتوقف على اتجاه خطوط المجال المغناطيسي في هذه التجربة سوف نركز على اتجاه حركة السلك ونشاهد ما الذي سيحدث لاتجاه التيار التأثيري لدينا في هذه التجربة سلك مستقيم ووضوع في مجال مناطيسي وموصل بقلفان ومتر سنقوم الآن بتحريك السلك في اتجاه إلى الأسفل ليقطع خطوط المجال نجد بأن اتجاه التيار التأثيري يكون مع قارب الساعة عندما توقفنا عن تحريك السلك توقف التيار التأثيري وهذا يعني أن حركة السلك ضرورية جدا لتوليد التيار التأثيري الآن سوف نقوم بتحريك السلك إلى الأعلى ليقطع خطوط المجال نجد بأن اتجاه التيار التأثيري يكون عكسها قارب الساعة سنقوم الآن بتحريك السلك بشكل يوازي خطوط المجال نجد بأنه لا يقطع خطوط المجال وبالتالي لن يتولد تيار تأثيري